مع كابتن ريدو اللي هرحب بيه حالاً دلوقتي طب ارحب بيك الأول كابتن ريدو أهلاً بيك وحشت وانت كمان أخبرك إيه الحمد لله ترحب وإيه شياكة دي بردان ولا إيه ده شياكتك ها شياكتك بردان لا إيه جوا حل جوا حل إحنا لسه شباب يا عمو واستقلت من البلدية ومشيت من البلدية وحيات ربنا أنا عارف إن إنت أصلاً أكتر واحد برحاهم يعني قادي الناس بتتعرض لزروف وإلى أنت كنت عمان نازل فيهم سالخ على طول مدير فني ممكن يوفق ممكن ما يوفقش مدير فني ممكن يكسب ممكن ما يكسبش مدير فني ممكن الناس تنرفزوا وممكن ما يتنرفز كل حاجة عصدت لك سبحان الله في وقته قليل أوي 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 تعب صلى على النبي عليه السلام واتكّع الصبب ايش هاتكّ عليك أولاً طبعاً من خلالك بشكر كل جماهير المحل من أول إلى الأخيرة صغير وكبير شتم ما شتمش رحب ما رحبش لأن أنا عارف الحمد لله أن أنا عندي مكانة عندهم علي أبو إلا فئة صغيرة بس قد كده إنسي بقى الموضوع ده على الجن أكتر واحد استفاد من التجربة دي أنا بأمرت إيه؟ هقولك بأمرت إيه؟ واحد زي كنت أنت تعملت أقول لي إحنا ما شفتناش منك حاجة نفسي أشوفك أنت شغال مدرب أيها أنت تعملت تتغلب أتغلب يا جدع روح إيه؟ أما أنت تتغلبت المطش اللي فئت مش مغلوب من ضمنهور أما أنت مشيت ليه؟ أنا مشيت بمزاجي عشان اتغلب؟ لا مش عشان اتغلب أمال عشان إيه؟ بابا خلاص بقى لا مشيت عشان أن الأجواء بص أنا رايح مش هما أول كانوا آخر فرقة أول أنت جايبينك ليه؟ عشان تخليهم أول لا معلاش معلاش لا معلاش جايبين جواب يقول ليه؟ لا يجبني من أول السنة بص طب قبلتي ليه؟ برضه هتخلينا الدراج الحبيب الله أماليش دعوة طب أنا أعمل إيه؟ ما تقوليش كلام مش هارفة ميز على الهو لا ما تميز هو داتة ميز طيب أماليه؟ طب أنا اشتغلت وأصبت وحطت لك بصمة أنت قلت آخر فرقة دولوقتي قبل المطش ده كنت رابع أيوة أنت بتتنافس ليه؟ طيب أصدت أعمالت ولي مش هارف أيوة أنت تتعثر ليه؟ شفت بقى يعني أن أنت بص 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 أي حدي على السابق إزاي؟ أي كلام على السابق؟ لا 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 ولا الهوى طب ولا على السابق؟ لا ولا نرفزك؟ ولا نرفزك؟ شرباط بخي بص حبيبي حطيني في الدورة الممتاز وهت أجدع مدرب من أول فيلر أيوة؟ لغاية آخر واحد في الدورة ملهم؟ ومسكه تحت إن جاب ترات أبوه؟ تعالى إيش هارفك؟ أنا بقولها اللهم للناس اللي بيجيب بلاف كتير دي بيجيبها إزاي؟ هو مين الأول؟ فارق طب ما الكابتن حاسن شحاتك هم بيضرب تحت وطلع تلات فرق ماشي ماشي وكسب كاس مصري مع المقولين تحت وكسب السوبر بس من أول الموز هتتقطعي النهاردة من أول الموز هتقطعي كنا من أول الموز أنا مش أسيبك هوا أنا هلاقي الفرصة زي دي تاني أو الناس هتلاقي فرصة ما فيش إنتروم أنا معاك خلاص أنت الإنتروم أنت الإنتروم وعملت أقطع في الناس وربنا وصعب دور في العالم الدور بتاع الممتاز بيدر طب روحت ليه لما وصعب دور برضو كانت مرحلة كنت إنت محتاجها لازم عشان تعرف وإنت قاعد معاك الناس يقول لك ده ده بيتكلم بس عايزين يشوفوا مسك فرقة مسكنا فرقة ومش أنا اللي عامل اللعيبة ولا مختار اللعيبة ورغم كده فيه لعيبة والله العظيم ما هي بتلعب دورة ممتاز أكيد ما الدورة يعني كلها اسماء محلة وبلدية المحلة والمنصورة ما كلها فرقة أصلا لا بالدورة ممتاز أنا بقول لك قدومه جملة وإن شاء الله بس عشان يعني ما أقولش على حد وبعد كده ممكن هو يعيش في الدور أو أن فرقة تروح تأخذه من أول الموسم وتلعب في ودانه فيوقع مسواق لا آخر الموسم أقول لك فيه خمسة أو ستة يلعبوا دورة ممتاز ويلعبوا في أماكن كويسة يعني أندية أمبي بطروجيت مش عارف المقولين الفرقة اللي هي مش هقول لك أهل وزمالك لأن الأهل وزمالك بس يلعب فيهم والودي الأفريق اللي هو الباكليفت التمنتاشر سنة تمام احنا بنتمنى التوفيق لكابتن رمضان السيد طبعا لتولى قيادة فريق بلدية المحلة وبالتوفيق لي إن شاء الله وكابتن رضا عبدالي طبعا واحد من النجوم في أي مكان هو مكسب لي وكان لازم أخش للدخل دي لكن أنا سعيد إن هو بيفكر في التدريب وابتدى يدرب وعملت حالة تجربة أسيرة معلش ما تمنى إن أنت كنت تطول في الملعب شواء معلش لو أنا شايف إن فيه استمريرية نجاح هقول لك إنما الأجواء بعد كده هتبقى مش كويسة طبعا إلي محتاجه عشان تبقى الأجواء كويسة النجا من أول الموسم واختر لعبتي لأن بص بعد ما اللعبة بدأت تبدأ تعرف فكرك إيه وإنت عايز إيه وبتحسهم الكلام ده فلازم أول حاجة يساند مساندة الجمهور تمام